هاي كيف كنت؟ نتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءات فيه لطاقة البرج الجديد رح حاول أحكي فيه عن مشاري الحبيب نويه مشارك كذلك نويهك ورح حاول شوف مستقبل العلاقة يعني كما عادتكم عن هذه القراءة تنطبق ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمر والطالع إذا حسيت أن هذه القراءة تنطبق عليك شخصيا حاول تشوف الأبراج الثانية أو الفيديوهات تبع الأبراج الأخرى اللي هي البرج الطالع والشمسي والقمر كذلك أنه فيه احتمالية أنه تكون قراءة عكسية يا برج الجديد عم شوف عنه كأنه فيه جرح بقلبك كتير موجوع من شخص أو من ذكريات من الماضي عم تتذكر أشياء من الماضي يا برج القوص يا برج الجديد عم احنا وعم شوفك كتير تعبين من علاقة حب ممكن للبعض من الرجال عم يتذكر أو امرأة من برج ناري أو من برج مائي كذلك فيه نساء عم تتذكر شخص من برج ناري أو مائي يعني عمتا بس ممكن يكون من هذه الأبراج وممكن يكون لا هذا الطاقة الخاصة طبعك يا برج الجديد عم شوف طاقة الشريك حاليا يشعره بقوة ممكن هو حاليا بحس أنه العلاقة صراحة جيدة أنا صراحة ما عم شوف فيه خصامات أو الطاقة اللي طلعت عندي ما طبع يعني يعني ما فيها ما فيها افتراء أوكي ما فيها بتعيد ممكن يكون فيها فيها حزن أوكي أو فيها يعني ما فيها يكون خصام كبير ومفترقين وبتعدين عن بعض ممكن يكون حد ممكن نقاش آآ لأنه عم شوف هون في كسرة قلب عم تشعر فيها أوكي ممكن بسبب هذه العلاقة ممكن بسبب شيء آخر أوكي أما عمتان فأنا بشوف العلاقة جيدة عم شوف كذلك حتى الحبيب اللي عم تفكر فيه أو اللي معه أنت يا برج الجديد عم شوفه بحس بقوة ممكن ناجح يعني بالموضوع العلاقات حتى بالموضوع المالي ممكن الأمور سايرة معه بهذه المرة أحسن من قبل أوكي مشارك أنت نحوه عم شوفه يعني تتعرض لنوع من التغيير كأنه انصدمت يا برج الجديد من هذا الإنسان يعني شو حصل أنا عم شوف فيه صدمة في موت شيء وبداية شيء أما أنا عم شوف أنه هذه العلاقة كانت من قبل وكنتوا أنتوا مش يعني مش ولابود بهذه العلاقة مش بتفاهم وانتوية وصارت العلاقة أكثر تحسنا أكثر استقرارا أنتوا هذا الإنسان وعم تحس أنه في وي ايم وفي نوع من التفاهم أكثر أوكي وممكن يكون العكس كنتوا بتتفاهمه من قبل وصارت العلاقة عم تسوق أما هو عم شوف أنا أنه ساري يعني بحس أنه ساري يتفاهم معك أكثر عم يشعر بسعادة معك يا برج الجديد في فرح وفي سعادة أوكي عم شوف كذلك الأشياء اللي ما بتحبه بهذا الإنسان وممكن شخص حالم كتير وبتحس أنه إنسان ما نواقع لأنه برج الجديد عم ما تنشخص واقعي ما بحب أنه يعيش بالأوهيم وبالأحلام وبالكلام الفارغ بحب الواقع أكثر إنسان واقع كتير وهيك أنا عم شوفك حقيقا أو الأشياء اللي ما بتحبه بهذا الشريك أبتحب فيه لأنه هو إنسان أكثر فيه بحلام أكثر ما بيكون واقعي كل شيء أحلام كل شيء كلم فارغ أنت بتحسه وقيد فيه أما الواقع شيء آخر ما بلقى الشيء اللي بتحبه فيه بتحب فيه لأنه إنسان شاعري حساس فيه نوع من اللطف ومن العطف بقلبه هذا الإنسان ممكن يكون حتى برج الحوت برج الأساد برج العقرب أو برج الحمل حتى برج الجديد بيتلعب بعض القراءة الشيء اللي ما بيحبه هو فيك على أنه أنت شخص عملي كتير شخص بتهتم بالعمل كتير ما بتهتم فيه أو إيه أنت تبدي أولويات للعمل ولا النجاح المادي للمال أكثر ما تهتم فيه أنا عم شوف على أنه أنت شخص عملي وشخص مادي شخص تهتم بالواقع أما هو عم شوفه شخص يعني بيهتم للمشاعر بيهتم للأحاسيس أكثر أوكي عم شوف كذلك حتى الأشياء اللي بتحبه فيه اللي بيحبه هو فيك بيحب فيك على أنه أنت شخص صبور شخص متحكم بأعصابك شخص مستقر لأنه برجل ردي أشخاص برجل ردي أشخاص مستقرين بالحياة ما فيهم ما بيحبوا التغيير كتير بيحبوا الهدوء بيحبوا السكينة بيحبوا الاستقرار بيحب فيك هالشغلة بيحب فيك على أنه أنت إنسان بتقدر قيمة المال قيمة البقاء مع الشخص إنسان مستقر معك هو ممكن هو شخص متغير متقلب المزيج أما أنت شخص طابت أكثر مشاعرك أو نوايك نحو هذا الإنسان بدك أنه تكمل معه بالحب أنه تكونوا معاً على ما يعني ما بشوف بالورقة لأنه أنت بتحب هذا الإنسان ممكن أنت لا تقول لهذا الشخص أو لا تبدي بالقول لهذا الشخص بالحب وهكذا يعني بس أنت من جويتك بتحبه تحبه كتير وعم شوف نوايك نحو هذا الإنسان أنه تستمر هذه العلاقة ويمتلئ هذا الكأس بالحب عم كذلك عم شوفه بده يكمل العلاقة معك وبيحس أنه في حب أو في نوع من التجانس أنتويه مستقبل العلاقة مستقبل العلاقة نشوفه جيد إذا كانت العلاقات أو كانت العلاقة في نوع من القوانين ما تكون هيك عباسية إنه كل واحد يحكي اللي بقلبه ما تخله كل واحد يعني مخب اللي بقلبه إذا أنت مشروح أو تعبين من أشياء ما بتحبه بالشريك ممكن تصرح له بس بشيء من اللطف كذلك هو لا يكون كل شي واضح لا تمشي العلاقة جيدة جدا أوكي أما بما يتعلق بالنس يعني الناس العزاب عم شوف ممكن يجي شخص لعيلكون يا برج الجدي شخص من العائلة يتقدم لعيلكون بالزواج ممكن أنتو يا برج الجدي ما تحبوا الموضوع ما تحسوا الموضوع يعني جيد جدا للكون ممكن حتى الشخص يكون متزوج وعنده علاقات يعني أخرى مع نساء أخرى ممكن متزوج بثلاث نساء بزوجتين بمرأة يعني في شخص في شخص قبل للكون أو ممكن يكون شخص متعدد العلاقات أنا صراحة ما مش مرتاح لهالإنسان اللي عم يجي لأنه بيظهر بطاقة الديفل يعني بطاقة الشيطان يعني ممكن يظهر لك شيء ويخفي شيء بقلبه أوكي أنا بحب صراحة أن يكون شخص بهذه الطاقة أنه منه جيد أوكي كمان عم شوف النصيح اللي بتنصحك هل هل تقبل بهذا الشخص أو لا ممكن هذا الشخص بيبين بالأول لأول ولهي أنه شخص عنده عنده منصب عالي إنسان مشهور إنسان عنده كتير أشيء جيدة بس من وراء هذه العلاقة راح تشوف كتير مشاكل كتير مش شوي وممكن هذه المشاكل راح تتطور وتصيرش أشيء ما بتنتهي يعني هي تصير في حلقة مفرغة مع هذا الشخص وبدك تنهي هذه العلاقة وما تلاقي كيف تنهيها اوكي أنا صراحة لا أنصح لا أنصح بيظه الشخص أبدا إذا حسيته إنه شخص مناسب ممكن للولهي الأولى بيتحسوا إنه شخص مناسب بس أبدا أنه يخفي شيء هذا الإنسان اوكي رحاول أخذ نصيحة لألكون يا برج هذه بيقول لك إنه ممكن تسأل أحد وممكن تسألني أنا كمان إنه إرشدك للطريقة اللي فيها نوع من الخير لألك يعني ممكن تسأل شخص إذا في هذا الإنسان فيه خير إذا ممكن تتاخد نصيحة من أحد وأنا على ما يظهر اللي في القراءة على إنه شخص غير جيد أما بما يتعلق بهذه العلاقة فأنا نشوفها جيدة مش فيها مشكل ممكن فيه نوع من الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك يعني مش بالشيء يعني الكبير كمان هون فيه في مراسم وممكن هذا الشخص يتقدم لألك خاصة للعزب بيقول لك إنه في أحليمك اللي تتمنىها رح تتحقق بسرعة أكثر ما تتصور بس محتاجة للتغذية ويعني العطاء إذا بدك تتحقق أشياء كنت تتمنىها رح تتحقق بس لازم تعمل عليها وأنا يعني برج الجدي شخص بيعمل على الأشياء ما إنه شخص كسول أبدا شخص يؤمن إنه الأشياء إذا تعبت فيها رح تلاقي نتيجة أوكي هيد الشي اللي بيطلع عندي يا برج الجدي أتمنى أنه تكون الصحة بخير وكل شي بخير ويكون هالشهر شهر جيد عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر